السلام عليكم أسابيع قليلة أو حتى أيام قليلة من بعد قرب نهاية الكابوسة الكورونا بداعة وتانية وباء جديد وهو وباء جدري القرود وبالطبع المعاويل الإعلامية والصحفيين وبين قوسين المختصين كثرت الهضرة وكثرت الإشاعات واختالت عودة كذلك ما هو صحيح وما هو خطأ على العموم كيقولوا بأنه مثلا المرض في أنه منتشر كثيرا ولكن اللي منتشر هو هذا الهالة الإعلامية وهذا الخوف هذا اللي منتشر فكما أريد أن أشرح لكم في هذا الفيديو فهو المرض ليس خطرا كما يبدو أولا الخطأ الذي يقع فيه العديد هو أنه ليس مرض جديد بل هو مرض قديم إذن على بركة الله تابعوا الفيديو جدري القرود هو مرض فيروسي بسبب فيروس يسمى المونكي بوكس هذا الفيروس يكون في القرد وحيونات أخرى خصوصا القوارد مثل السنجاب والفأر وحيونات صغيرة أخرى هذا المرض عكس ما هو رائج ليس هو جديد لأنه معروف في أفريقيا منذ 1970 هو أصلا الفيروس معروف من 30 يد القرن الماضي 3030-1940 وتم عزله أول مرة عند القرد في 1958 ولكن تم اكتشافه أول مرة عند الإنسان سنة 1970 بالكونغو إذن هو مرض ماشي جديد والأوبئة ديلو ماشي جديدة أحيانا كانت تظهر أوبئة خفيفة جدا لا تتعدى 20 إصابة في دول وسط وغرب أفريقيا ولكن في 2003 ظهر لأول مرة في أمريكا وهذا المرة يعني في 2022 ظهر في العديد من الدول الأوروبية منها مثلا إسبانيا وفرنسا أعراض المرض في البداية وعند دخول الفيروس إلى الجسم من تقرب من أسبوع إلى ثلاث أسابيع ما كيكون تشعر يعني ما كي تشعر ما كدل على دخول الفيروس إلى الجسم هذه هي التي تسمى مرحلة الكومون أو مرحلة الحضانة بعدها تظهر العلامات السريرية أول هذه العلامات هي الحمى وكذلك أعراض تشبه الزوكا على شكل سندرون بسودوغريبالي فهي ألم في العظام في العضلات سوضع في الرأس وإحتباء تعب وإرهاق شديد بعدها تظهر العلامة الأساسية وهي واحدة البطور أو واحدة طفح جلدي لكي يكون منتشر في الجسم كله والنسبة لأولى شدة تختلف حسب الحالات ويشبه تماما مثل الجداري عند الإنسان والذي يجهلها العديد من الناس بحكم أن الجداري أو للافغيو الأمان تم القضاء عليها سنة 1980 وفتن إلى هذه العالمات فهناك انتفاخ في الغودة اللنفاوية أو الليلة التي تسمى وليزة دينوباتي إذن هم الأعراض ديالمرض يعني ما هي أعراض خطيرة جدا وما تستهلش هذه الزوبعة وهذه الهالة الإعلامية التي تعطت لها المرض على العموم كيستمر من عشرة إلى أسبوعين وممكن أن يشفى فعلا في الماضي كانت تجلت واحدة الحالات الوفيات ولكن حيث كان لديهم مشكلة في المانعة أو لكن ما العادة لديهم شيء أمراض لأنها أضعفت الجسم في العديد من البولدان منها المغرب هناك واحدة لجنة تابعة لوزارات الصحة التي تسمى لزنة اليقظة الوبائية وهذا الهدف هو الكشف وأيضا تعرف على حقيقة مثل هذه الأوبئة مثلا أول أمس تسمى الشك في ثلاثة الحالات ولكن الحمد لله اليوم خرجوا التحليل خرجت سلبية يعني أنا ديك الناس في ثلاثة ممارضين شبل الجداري ديال القرادة بالنسبة للوقايا هناك نوعا أو هناك طريقة طريقة الأولى التي هي طريقة فرضية خصنا نلتزمه بعدم لمس البطور أو الطفح الجلدي بالنسبة للشخص المصاب ثانيا عدم لمس الحيوان المصاب وثالثا عدم الدخول حتى في إن كونتاكت يعني لا نقلسه مع الشخص المريض ويجب دائما استعمال الكمامات الطبيعة وأيضا القفازات الطبيعة مثلا إلى دعاة الضرورة أننا في بعض الحالات ممكن أن نقصوا شيء شخص الحالة الثانية وهي تجنب لمس الحيوانات خصوصا للحيوانات الصغيرة مثل القوارض وخصوصا المجهولة يعني لما نحن مربيناها بالنسبة للقطاة حتى هي يرى ممكن أنها تنقل الفيروس يعني بشن المعمول بالنسبة للقطاة في البيت عند الظهور أي عرض من الأعراض أو مشاكل جلدية يجب عرض القطة على الطبيب البيطاري بيانسور بخصوص انتقال الفيروس هناك ثلاث حالات هناك حالة لكي انتقل فيه الفيروس من الحيوان إلى الإنسان ثانيا من الإنسان إلى الإنسان وتالتا من الحيوان إلى الحيوان عند الإنسان طريقة للانتقال هو بلمس البطور أو للطفح الجلدي بالنسبة للشخص المصاب أولا لأننا نقصوه الأدوات التي تم استعماله مثلا الألبسة أو الأدوات التي يستعملها التي يمكن أن تكون مختلفة والحالة الثانية هي بواسطة السعال أو للعطس يعني يجب تجنب المريض كيف لاحطو فالمرض ليس خطيرا عموما كما يتداول لا من ناحية الأعراض ولا من ناحية سرعة الانتشار لا يوجد سرعة الانتشار لكوفيد إذن أعيدها لا داعي للقلق بل يجب فقط أخذ نوع من الحيطة ونوع من الحضر والله المعين